رجعنا لحضراتكم مشاهدينا عشان نتكلم عن موضوع فقرتنا التانية وإحنا بنتكلم عن أهمية تربية الأبناء على الأخلاق والعادات والتقاليد السليمة لأن ده حيخليهم أفراد نافعين لنفسهم واجهة مشرفة لأسرتهم والمجتمعهم والبلدهم ده اللي حنتكلم فيه من خلال لقاءنا مع ضفتنا اللي من ورانا الأستاذة رنع الخولي ماجستير تربية رياض أطفال ومدرب الأكاديمية المهنية للمعلمين صباح الخير صباح الفل يا أمر أزيك يا أستاذة مروة أنا اتشرفت بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين القرام أنا مبسوطة جدا لأنا مع حضرتك النهاردة منوران أهلا بيك خلينا نتكلم في البداية على أسس التربية السليمة المفروض أن احنا نربي أولادنا إزاي ومن إمتى على التربية السليمة إحنا طبعا أطفالنا إحنا أول حاجة لازم نبدأ بيها اللي هي اللابنة الأولى زي ما إحنا عارفين العجينة بتاعيبنا الصغيرة اللي إحنا بنشكلها اللي هو الطفل الصغير اللي هو طفل الروضة بنبدأ نعلمه أول حاجة مش اللي أنا نوفر له المأكل والمشرب وكل الحاجات دي أو الملبس أو المسكن هو ده الحاجة اللي هتخليه طفل ناجح أو شاب ناجح لأ طبعا دي حاجات أساسية وأصيلة لازم نوفرهاره اللي كل الموافق الدولية بتنادي بيها الحاجات اللي بتراعي الطفل أو بتهتمي بيه لكن أنا أهم حاجة عندي اللي أنا أمنحه القيم والمبادئ اللي هتساعده اللي هو يبني شخصيته ومن ضمن القصص المهمة اللي أنا لازم أراعي فيها أول حاجة يكون عندي قدوة للطفل كمان ما يبقاش فيه إزدواجية في المعيير يعني أنا ما جيش أقول للطفل إيه لا أنا مش عايزك تجذب وبعدين حد يجي مثلا أنا عندي عايزني أو يخبط علي قوله لو سمحت روح قوله أصلي بابا نايم طبعا أنا كده بقوله كده غلط هو أصلا مفروض بيتعلم بالقدوة يعني بالطريقة غير مباشرة وإحنا برضك الحاجات اللي أنا استخدنتها في استراتيجية توضيح القيم اللي أنا ما وجهش الطفل أقوله إيه إحنا أنا عايزك ما تجذبشي أنا عايزك مثلا ما تاخدش حاجة مش بتاعتك عايزك تكون أمين لا إحنا عايزين الحاجة تكون موجهة بطريقة غير مباشرة هي دي استراتيجية توضيح القيم اللي أنا بقوله القصة أو بقوله الحاجة وهو بيكتسد منها القيمة اللي أنا موجهاله واكتسبتها أو عملتها مع الأطفال عندي في الروضة من خلال قصص القصص دي كانت قصص مثلا مفتوحة أحكي له القصة والقصة تكون هو يقول لي إيه نهاية القصة ممكن تكون إيه أو أقوله أنا عايزك تحط نفسك مكان البطل قل لي يلا يا بطل أنت ممكن كنت تعمل إيه أو حط لي عنوان للقصة من هنا أنا بخلي الطفل يكتسب مهارات ويكتسب قيم معينة بتساعده اللي هو يكون شخصيته ولما يكون شخصيته طبعا هيبقى هو سيد قراره يقدر يقوم بالقرار بتاعه ويبقى هو على قد المسئولية علشان كده الطفل يكون سوي في مجتمع سوي والدنيا تكون تماما إن شاء الله إن شاء الله يعني إحنا بنبدأ في غرس القيم والأخلاقيات من سن الروضة الحضانة يعني تقريبا من بعد ثلاث سنين ونص هو علشان يبدأ يستوعب أو كده أو ممكن هو أنا لما بحكي له هو مش هيقدر يستوعب من قبل كده لكن أنا لما أحكي له القصة أو ممكن القصة تكون بحاجات هو يحبها زي مثلا قصة زي العرائس المريونيت أو العرائس المسرح العرائس أو حاجات بسيطة ممكن في البيت أنا كولية أمر ممكن أنا أوجيهها للطفل بالحاجات البسيطة دي بالمحاكاة أنا مثلا أو لعب الأدوار أو أنا وهو نلعب مع بعض أقول له إيه أعمله دور وأنا دور ونبدأ نمثل مع بعض هو هيكتسب من خلالها القيمة اللي أنا عايزاها زي مثلا قيمة الشكر قيمة المؤخاء حب الوطن أنا عملت مع الأطفال لعب الأدوار مثلا في معرض الكتاب السنة دي عملت لهم لبست لهم لبس زابط جيش كنا في صورة كان الاحتفال بصورة 25 يناير وبدأت أحكي لهم قد إيه صورة 25 يناير وإحنا ليه إحنا كنا ليه بنحتفل ب25 يناير ده الكلام ده من زمان ليه بنحتفل بيها وقعدت أتكلم مع الأطفال الأطفال كانت مبهورة جدا وكمان أولياء الأمور يعني المحاكاة أو لعب الأدوار وكمان عندنا عملت لهم لبس زابط جيش وعملت لهم ذكرى لا مش الثورة بقى كنت لبست لهم زابط جيش في الشغل وقعدت اتكلمت معاهم ولمسلنا الأدوار وطفل تاني كان لبس جيش ولبس شرطة وعلشان الطفل يكتسب حب الوطن ده يوم الشهيد يوم الشهيد علشان الطفل يكتسب حب الوطن قد إيه هو لازم أخرس في الطفل حب الوطن قيمة النظام قيمة النظافة كل الحاجات دي بس أنا مش عايزاها بطريقة مباشرة أنا عايزاها أنا ألعب معا الدور أو أقول له قصة معينة أو حاجة وهو من خلالها هيكتسب القيمة بتاعتي حضرتك كان لكي دراسة متخصصة في هذا المجال وهو كيفية تربية الأطفال والتعامل معاهم بطريقة المحاكاة ناخد فكرة عن الدراسة دي أنا الدراسة بتاعتي كان اسمها فعالية استخدام استراتيجية توضيح القيم القائمة على بعض الأنشطة الإثرائية لتنمية الحس القيمي لده طفل الروضة هي دي الاستراتيجية اللي بقول لحضرتك عليها كانت عبارة اللي أنا كنت بحاكي مع الأطفال بلعب الأدوار كنت كمان بعمل بالقصة المفتوحة اللي أنا بقول له القصة وهو بيكملها أو بحكي له القصة وهو يحطي لي عنوان لها وفي حاجات منها أنا عاملاها وبنزلها على وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة والأطفال بتشارك معايا وكمان بعمل أسئلة للأطفال عشان أجذبهم بدل ما يروحوا لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اللي ممكن بتغرس فيهم عادات مش سليمة أنا بحاول أجذبهم لي علشان أعلمهم بالتقليد أو بالمحاكاة يعني أنا مثلا ممكن الصبح أنا أزل لهم أو أنا لم أجي أقول أي فيديو ولا أي حاجة أقول لهم أسقار بحيث اللي هم من التكرار هم هيعرفوها وهيحفظوها هم أطفال صغيرين الصغيرين والقبار حتى لو فاكرينها بذكرهم بيها هم ياخدوا حسنات وأنا كمان أخذ حسنات وفادة عم ويكتسبوا قياً كتير طيب خلينا نتكلم عن حضرتك برضو بتدربي المعلمين علشان هم بعد الأسرة هم اللي بيكملوا دور التربية والأخلاق لدى الأطفال فأقولي لي الكورس أو التعامل مع المعلم بيبدأ إزاي وخصوصاً حاجة بتتعاملي مع ناس متدربة ومؤهلة لأنها تتعامل مع الأطفال بس حضرتك بتحاولي توديلهم المواضيع بطريقة مختلفة أنا في البداية لما حصلت على البكالوريوس تربية وأخذت تمهيج الماجستير وأخذت الماجستير كنت أحب أدعم نفسي بالمهارات وبالكورسات أخذت دورات أكاديمية نصر العسكرية علشان أقدر أبسط ده للطفل ووصله كمان للمعلمة يعني أنا كفرت ممكن أوصله لأكتر من حد وكمان مدرب بالأكاديمية المهنية للمعلمين ومدرب بالأزهر الشريف حضرت في الغربية وحضرت كمان في الدأهلية وفي محافظات تانية ممكن يكون أونلاين أو كده بس الطريقة ببسطها ببسطها للمعلم حتى هو لو هو دارس بس أي حد كل ما الموضوع يبقى بسيط أنا كنت بدرسلهم بقدرسلهم في الوسائل التعليمية وكمان بدربهم التفكير الإبداعي اللي ده طفل الروضة هي حاجات ممكن تبين حاجة كبيرة فأنا كنت بعمل سيرش عليها كتير وبقرأ عليها كتير علشان أقدر أوصلها للمعلم هو المعلم طبعا حاجات عارفها بس لما توصلها له ممكن بطريقة حديثة بس بطريقة أبسط الدنيا بتبقى أسهل وحتى التواصل ما بيننا كان بيبقى أونلاين بس هما كانوا بيحسوا بيا علشان فيه ود في الكلام أو كده حتى لما بابتسم هما بيقولوا لي احنا كنا بنحس بالابتسامة بتاعتك كنت دايما ببقى عايزهم يشاركوا معايا وأقول لهم طبعا أنا لو سبتكوا مثلا دقيقة أو حاجة ممكن تنفذوا لي كانوا بيكترحوا علي يقولوا لي خلاص احنا ممكن من البيت من وقع البيت احنا ممكن نعمل لك كذا والهدف بتاعها وسيلة الهدف بتاعها كذا يعني أهم حاجة البساطة في كل حاجة أنا ممكن يكون المادة العلمية تكون كبيرة بس أنا قدر أبسطها للمعلم حضرتك قلت أنك تعملت مع المدرسين في محافظات مختلف طبيعة كل محافظة بتختلف هي عددنا وتقاليدنا واحدة وأخلاقنا اللي بنيديها لولادنا واحدة لكن طريقة التعامل مع كل محافظة علشان يقدروا يوصلوا للطلبة الموجودين في هذه المحافظة بتختلف؟ لا هو القيم أو المبادئ ما بتختلفش من مكان لمكان بس ممكن يكون أنا عندي تقليد ديت عندي في المحافظة بتاعتي غير التقاليد بتاعة المحافظة التانية بس بالنسبة للقيم أو المبادئ أو الحاجات اللي احنا بنتعلمها إن كان من المدرسة بتاعتي أو الروضة بتاعتي أو المعلمة بتاعتي هي هيها اللي بتعلمها من الروضة بتاعتك يعني احنا القيم ما بتتجزقش أما المبادئ أو ممكن أنا عندي تقاليد معينة أنا بعملها مش عارفة نعمل في المدرسة أو في البيت لكن القيم الاحترام هي القيم واحدة والأخلاقيات واحدة لكن طريقة توصلها للطالب في كل مكان مختلفة وفي كل مرحلة عمرية مختلفة عن الآخر في كل مرحلة عمرية تختلف على حسب احتياجات كل طفل ورغباته لكن بالنسبة لكل محافظة لا طبعا هي الوسائل ممكن استخدم وسائل مختلفة لكن أنا تختلف من محافظة لمحافظة تختلف من مرحلة لمرحلة طيب حضرتك بتتعاملي دايما بطريقة المحاكاة أو القصص أو المواقف اللي بتطلعي منها الصفات الكويسة اللي الطفل يعني بيفهمها بس دي الوسائل ولا في حاجات تانية مستخدمة فيها التكنولوجيا الحديثة بس تخدم التكنولوجيا الحديثة أنا بقول لحضرتك أنا كنت مجمع صور والصور مجمعها وحطها عملاها فيديو ومدخل عليها صوتي وساعات بدخل صوت الأطفال معي بحيث اللي هي تكون حاجات إلكترونية برضك بس أنا بحب أكتر الأطفال هي تشتغل معي يعني أنا عايزة بعيدهم شوية كل الأطفال مسكة للموبايلات فأنا عايزة أبعدهم مع الموبايلات أنا عندي عروسة كده عروسة سميها فريدة عروسة ماريونت بشتغل مع الأطفال الأطفال عندي بيحبوها جدا والحمد لله في محافظات كتير بيكلموني بعمل منها قصص أنا بعمل مع العروسة حوار وعندي كمان بنتي الصغيرة فريدة ببقى أنا وهي نعمل حوارات مع بعض بحيث اللي أنا عايزة أوصل للطفل قيمة معينة أو عايزة أوصل له حاجة معينة بعمل حوار ما بيني وما بين العروسة أو ما بيني وما بين فريدة فاستخدمت التكنولوجيا برضك عشان ما بقاش بإيدة قوي بس أنا مش بحب يعني إيه بحب أشتغل برضك الأطفال بيحبوه بس بحب أبعد عنها شوية علشان الأطفال ما هوا هيتفرجوا علي مثلاً خمس دقايق أو عشر دقايق وبعد كده أنا مش عارفة بعد كده ممكن يقبلهم إيه فأنا عايزة أجذبهم ليا يبعدوا عنهم مكفعة لهم في البيت أيو بالضبط ما هي الفكرة أنه يعني إحنا فيه بيننا وبين التكنولوجيا شعر يا إما نستخدمها لاستخدام السليم يا إما تبقى زيادة قوي في حياتنا وخصوصاً للأطفال لأنهم طول الوقت بيلعبوا على الموبايل بيتكلموا على الموبايل بيتفرجوا على حاجات على الموبايل أو باستخدام الانترنت فكرة أن إحنا نخليهم يتفرجوا على حاجات مفيدة تعلمهم حاجات مفيدة ده المحتاجين وقوي هو ده اللي أنا بعمله دلوقتي الفيديوز اللي أنا بعملها وبنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بحاول أمشي زي ما حضرتك بتقولي كده ممكن يكون حاجات فيه حاجات عندنا ضرة أنا بحاول أمشي معاها وبعدين أنا عاملة شعار لنفسي متبنية معلمة تبني أمة يعني أنا كل شوية بعمل فيديو بدعم الطفل بقول طيب هو إن شاء الله هيجي يتفرج على حاجة وش هو هيلاقيني قدامه بزرع فيه قيمة كويسة بقول له مثلا ذكر من التكرار هيعرفه هيحفظه ببقى معاي يعني فيه ألفة ما بيني وما بيني هو بعد كده لما يشوفني أو يسمع صوتي أنا فيه أولياء أمور حتى أطفال يقولوا لي معلمة تبني أمة أقول لهم آه يعني هو حضرتك واخد بالك أو أولياء الأمور يبعتولي يقولوا لي طب إحنا كنا عايزين نعلم الطفل حاجة معينة يعمل لنا فيديو عن كذا أقول لهم تمام فأنا أنا معاهم يعني أنا أنا معاهم ماشي معاهم هم بيتفرجوا على التليفون أنا معاكم برضك على التليفون يعني أنا هتلقوني هتلقوني معاكم على التليفون طيب إحنا الأطفال كنوز أكيد جواهم مواهب وجواهم صفات كويسة إحنا زي ما بنفدهم هم كمان بيفدونا وليه لتتعامل مع الأطفال في الأخلاقيات والسلوكيات والتربية فادك في إيه طبعا فادني مع أولادي أنا بشتغل من قبل منجب خالص قدرت لنا إزاي أشتغل أتعامل مع الأطفال عندي أنا في بيتي إزاي يعني هو مش مجرد لنا أمه خلاص لأ أنا درسة الكلام ده والحاجات دي مرت علي يعني بدأت حتى لما يبقى عندي ابني أو حاجة يعمل موقف مش كويس أو كده بحاول أعالجه يعني بحاول أنا أعالجه بقدر الإمكان طبعا الأم مش بتبقى زي المعلمة يعني هو ممكن الطفل يسمع كلام المعلمة أكتر من مامته ده مامة يعني أنت مش عارفة إيه يعني أنا عندي ممكن الطفل برة في الروضة يسمح الكلام مية مية والمعلمة ده الميس قالت ابني ممكن إيه يسمع شوية وشوية لأ ده مامة يعني إيه بس أنا برضك طبعا ما بسكتشي بحاول أجيبه كده أجيبه كده علشان بحايله بكل الطرق بس مش عايزة برضك اللي بترك له الحرية شوية وبس ببقى شايفاه انت رايح فين جاي منين عامل بس مش ببقى المراقب الجامد بترك له الحرية شوية شوية وأنا ببقى معاه عشان أي حاجة خطر عليه أنا بقى معاه طيب إحنا كل الوقت بنتكلم عن الأطفال العادية في أطفال مش عاديين وهما زوي القدرات الخاصة دول بيبقوا محتاجين رعاية واهتمام بطريقة خاصة زي ما هم ليهم صفات خاصة تعملي معاهم ازاي في هذا المجال عندي قدرات خاصة مثلا لما يكون طفل موهوب ده برضك من القدرات الخاصة الطفل الموهوب ده أنا بدعمه بدعمه بدخله في حاجاته بيحبه هو بيحب الرسم بدخله في معارض بدخله في أي حاجة من الحاجات دي طفل عنده قدرات خاصة بيلعب لعبة معينة ومتفوق فيها أنا بكتشفه عندي في الروضة وبدخله برضك يدخل فيه مسابقات وبدقول لمامته أنا عايزكي تشتركه له مثلا في الكراتي عايزكي تشتركه له في حاجة وعندي برضك أطفال تانية عندها صعوبة في التعلم ببقى معاها برضك شوية شوية لغاية ما نمشي خطوة خطوة حتى لو مش هيمشي على قد زميله علشان أنا أهم حاجة عندي تعليم مهم وكل حاجة بس المهم عندي القيم أنا عايزة أغرز في الأطفال القيم هو الطفل كده كده هيتعلم يعني هو السنة دي هيتعلم السنة الجاية بس الطفل لو هو عنده قيم وعنده مبادئ هتمشي معاه يعني أنا ممكن يكون عندي دكتور بس الدكتور مش أمين مثلا حد يروح يكشف عنده معلش مش عارف يعمل إيه ممكن أكون عندي محامي شاطر أو كده بس برضك مش أمين أو بيجذب أنا أهم حاجة عندي القيمة القيمة أغرزها في نفس الطفل وبعد كده أعلمه يعني التربية والتعليم أيها وده أساسي طيب خلينا نتكلم عن دمج الأطفال مع بعضها المتفوق والنبغة مع الطفل اللي عنده تأخر شوية مع الطفل المتوسط ده بيفيد كل نوع منهم من هذه الأنواع بتستفيد من دمجها مع بعض أيها طبعا بيستفيدوا مع بعض الطفل المتفوق أنا بشركه هو بيحس اللي هو القائد بس هو لما بيقعد في وسط زميله وبخليه يتعامل معاهم هما كمان بيكتسبوا منه خبرات بيبوا عايزين يحملوا زيه يعني أنا ما شاء الله أنا كان عندي بنوتا اسمها هيبة بنوتا دي كانت بتعمل معايا فيديوهات كتير علشان هي ما شاء الله لبقة فهم الأطفال كلها كنت بعمل مسابقات وبعمل بلالين وبنفرقحها ومش عارفة إيه وهي بتقول معايا الجوائز والمسابقات والحاجات فالأطفال كلها حتى الطفل اللي كان خايف مش عايز يشارك ما شاء الله دلوقتي بقى بيشارك وبيهاية لأ أنا عايز أعمل وبقى بيقول بأسلوبي أنا يعني أنا لما باجي أتكلم مع الأطفال بقول لهم إيه جاهزين يا أصحابي عايزين تعملوا إيه طب إحنا نعمل ده الأول ولا ده هو بقيته هو بيتكلم مع زميله إيه رأيك يا أصحابي عاملين إيه الطفل ده ما كانش عايز يشارك ولا كان عايز يعمل أي حاجة بس من حبه للمشاركة والدمج زي ما حضرتك قلتي الطفل المتفوق والطفل الضعيف شوية والطفل القلي شوية مع بعض بيشجعوا بعض وبيشتغلوا مع بعض وبيكون في الآخر كلهم كويسين وفي الآخر هدفنا واحد وهو أنهم يطلعوا أطفال أسوياء يفيدوا نفسهم ويفيدوا المجتمع إن شاء الله إحنا بنشكرك على وجودك معنا نورتينا كانت ضفتنا الأستاذة رانا الخولي ماجستير تربية رياض أطفال شكرا لحضرتك واستفدنا جدا من موضوع حلقتنا النهاردة معيتم وأنا متشكرة جدا إلا أنا كنت مع حضرتك وإن شاء الله مصري جميلة دايما بوجودكو وبسواعد أبنائها إن شاء الله إن شاء الله يا حب بكده خلصت مع حضراتكم فقرات برنامجنا النهاردة نهلة كانت بتتكلم عن الإعلام ودوره وإحنا كنا بنتكلم عن تربية أولادنا يمكن جميل إن شاء الله واستنونا بكرة وفريق عمل جديد معاك وكل يوم مصري جميلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة